موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم وحيث نبدأ من موقع الموقع الذي تابع أول مقابلة متلفزة أجريت مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر منذ توليه منصبه وعنوان الموقع بن دغر لقناة بلقيس تعز بوابة النصر وفكرة الإقليميين دعوة صريحة للانفصال قال رئيس الوزراء بن دغر في حوار مع قناة بلقيس إذا أردنا النصر فلنبدأ من تعز مشيرا إلى أن تعز ستجد متنفسا خلال الأيام القادمة والتغييرات كبيرة على الساحة وأضف بن دغر تعز هي قلب اليمن هي الوحدة والحديث عنها لا يكفي وهي عنوان الصمود وتعز غيرت الصورة التي كان يتحدث عنها تاريخ بلادنا خلال الفترات الماضية وعن طبيعة المفاوضات قال بن دغر بوضوح نحن نريد السلام وليست الحرب هدفا لنا ولكن هدفنا في نهاية المطاف محاربة الإنقلابيين ولدينا إرادة إقليمية وإرادة دولية وسوف نستخدمها لدحر الإنقلاب والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة ولفت رئيس الحكومة أنه عندما اقتربت المشاورات من قضايا الانسحاب وتسليم الأسلحة اتضح أن الطرف الآخر غير جاد فيما وعد به الأمين العام للأمم المتحدة أو حتى ما قاله لوسائل الإعلام وعن ما حدث في المدن الجنوبية قال رئيس الوزراء إن مظلمة الجنوب لا بد من معالجتها وهناك نقاط تم الاتفاق عليها وإذا تم معالجتها فسيقبل الناس بفكرة الأقاليم إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان ممثل الحوث وصالح ينسحبون من لجنة التهديئة العسكرية وعنوان ولد الشيخ يزعم التوصل إلى رؤية عامة للحل تضم تصور الطرفين بعد لقاءاته مع الوفد الحكومي وعنوان الموقع أيضا صحيفة سعودية المملكة وافقت على منح إقامة نظامية لمن حصلوا على بطاقة زائر ومن عنوان الموقع العليم يقول إن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية أمر بديهي حسمه المجتمع الدولي ومن طهران سليماني يعيد التذكير بعلاقة مشروع الحوثيين بإيران رغم مناورة بعض قيادات الجماعة حيا على إرث اليمن الحضاري تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في يمن مونيتر وقال الكاتب في أجزاء من المقال كثيرة هي النوازل التي حلت باليمن وأهله خلال السنوات القليلة الماضية ومن أشدها خطرا على المجتمع ارتفاع حدة النزاعات البدائية من مناطقية ومذهبية وسلالية والتي باتت تطويق واقعنا من كل الجهات والمنبعثة من رماد حرائق الانقلاب على الشرعية السياسية في البلاد ولأن محافزاتها كانت قبل الانقلاب هاجعة في المجتمع غير أن إسقاط العاصمة صنعاء وسيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة قد نفخ في شرايينه نيران الصراعات القديمة التي دفنها اليمنيون منذ ثورة سبتمبر المباركة عام 1962 من الخطأ الذي يقع به شباب ثورة فبراير في مقاومة المد المناطقي والمذهبي والسلالي هو التحرك داخل المربعات المغلقة التي يصول فيها أعداء الثورة واستخدام الوسائل نفسها حتى بدت بعض الملامح والقسمات وكأنها نسخة مشوهة من الصورة التي نرفضها ونستجيب بلا تعقل للوقوع في الفخ الذي نسعى للفكاكي من حباله ولعل مواجهة الدعوات الضيقة والانتصار عليها يكون باستحضار اليمني كأرض وشعب وليس باستحضار الآباء وسلاسل الأنساب الصدئة ومفاهيم القبلية الرثة والطائفية المنتنى فاليمنيون يقدسون الأرض التي تقوم عليها أسس الحياة المشتركة أكثر من احتفائهم بآبائهم وأجدادهم وفي العودة إلى الألقاب التي ينتسب إليها اليمنيون سنجدها تعبر عن المكان وفي هذا دلالة تشهد على تجاوز السكان للعلاقات العشائرية الضيقة وكما يؤكد الدكتور عبد العزيز الدوري بأن حملة صفة الانتماء للمكان أكثر من صفة الانتماء للقبيلة مؤشر آخر لتلاشئ أهمية القبيلة لذلك فالخوض في مباراة الأنساب والآباء والأجداد والاستناد عليها في مواجهة الدعوات الضيقة من خلال استعادة التاريخ يعد نقوصا وارتكاسا في بلد عاش قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام في كنف المواطنة فشيد حضارة أشادت بها الكتب السماوية جمعاء إلى موقع يمن مورتر والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان ممثل لصالح في المشاورات اليمنية من الصعب تسليم السلاح للطرف الآخر وقال أحد ممثلي المخلوع إنه من الصعب تسليم السلاح إلى الحكومة اليمنية بصفتها طرفا في الحرب وأضاف أصبح من المستحيل أن ينفرد طرف واحد بالحكم ومن المستحيل أن يسلم أحد الطرفين السلاح إلى طرف واحد كان طرفا في الصراع ومن العناوين في الموقع اليمن يحقق مع بحارة إيرانيين بعد احتجاز مراكبهم في مياهه الإقليمية وبشأن المعتقلين لدى الميليشيا عنوان الموقع مسؤول تفاوضي يمني الإفراج عن المعتقلين معيار حقيقي للدعاء الرغبة في السلام وقال عبدالله العليمي عنو الفريق التفاوضي للحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت للسلام إن الإفراج عن المعتقلين معيار حقيقي للدعاء الرغبة في السلام في إشارة للحوثيين وأخزب الرئيس السابق وأعلن العليمي عن دعم الفريق الحكومي وبقوة لجنة المعتقلين والأسرى للإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى وقال نأمل أن يتم ذلك قبل رمضان وهو معيار حقيقي للدعاء الرغبة في السلام إلى موقع التغيير نت والذي عنون ميليشيا الحوثي وصالح تعلن استئناف عملياتها القتالية تقول التفاصيل أعلنت ميليشيا الحوثي وصالح استئناف العمليات القتالية رسما وعلم التغيير من مصدر في وفد الحوثي وصالح إلى مفاوضات السلام اليمنية في الكويت أن أعضاء الوفد في لجنة التهدئة والتواصل وهي لجنة عسكرية أعلن انسحابه من اللجنة وأوضح المصدر أن انسحاب أعضاء وفد الحوثي جاء في رسالة وجهوها اليوم إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وقال أعضاء الحوثي وصالح في لجنة التهدئة والتواصل استمرارنا في هذه اللجنة هي أكذوبة كبيرة وبحسب الرسالة فقد جاء الانسحاب احتجاجا على استمرار السياسيين في فريق الرياض بالتصريح الدائم على أنه لا جدوى من الحلول السياسية وأن الحسم سيكون عسكريا تضيف الصحيفة ميليشيا الحوثي وصالح قامت بتنفيذ العديد من العمليات القتالية في محافظتي صنعاء والجوف وشن هجوم على مواقع المقاومة في منطقة نهم وأن الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة استعادوا السيطرة على أجزاء واسعة من نهم الجراحات النبيلة تحت هذا العنوان كتب أحمد الرافع مقاله الذي ركز فيه على أكثر الفئات إهمالا في ظل الحرب وهم الجرحة وقال الكاتب على السرير يقاوم جسدي منذ عام مع الجرح يصبح الكون هو السرير قدرك أيها الجريح أن تقاوم متجولا في أرض المعركة وأن تقاوم وأنت طريح الفراش لمشاريع المقاومة ملفاتها الباهضة الكلفة بالمنطق المادي لكن أهمها بمنطق الشرف المقاوم هو الرعاية المحتفية بمن سقطوا جرحا في ميادين الكفاح والنضال وإن جاز أن نلتمس العذر لقيادات المقاومة في تقديرات أو سياسات المقاومة ومقاربتها في إدارة الصراع أو التماس الحل السياسي فإن منطق التشديد الحازم الصارم هو ما ينبغي أن تسمعه قيادات المقاومة وصناع القرار فيها حين يتعلق الأمر بحساسية ملف الجرح وإن كان الجريح شخصا أخطأت الرصاصة طريقها نحوه أو أنه نجع من الرصاص ببراعة التفادي أو ذكاء مناورة فهل يستقيم أن يلجأ هذا الجريح لهذا القول النادم يا ليت رصاصة لم تخطئ طريقها عبر المتنبي بتكثيف موجع عن هذه اللحظات كفى بكداء أن ترى الموت شافية وحسب المناية أن يكون أمانية من النصح والنقد ما يكون قاسيا ومباشرا خاصة وإن تعلق الأمر بشرف المقاومة وسمعتها وأخلاقها التي على رأسها الوفاء الجروح له نصف حياة يتشبث بها ويصارع من أجل الضفر بها وله نصف موت يتمنى أن ينحسر عنه ليعود إلى الحياة ويرى الصباحات التي مسجتها جروحه يشل الجريح ليطير الوطن نحو المستقبل الوافر بالصحة الجريح الذي قدم نفسه بسخاء هو الدرع الذي حمل الثقوب في جزده بديلا عن الوطن الخذلان هو السلاح المجاني الذي تمنحه لأعدائك إلى موقع نيوز يمن والذي عنون في صدر صفحته الرئيسية هزة أرضية خفيفة تضرب معظم محافظات الجمهورية عنوان آخر أمهات المختطفين يحرقن ستائرهن أمام القصر الجمهوري بصنعاء تقول التفاصيل نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري بصنعاء احتجاجا على استمرار اختطاف المئات من أبنائهن في سجون الميليشيا وتعرضهم للتعذيب اليومي بالرغم من دخول الإضراب أسبوعه الثالث وفي رسالة الأمهات المختطفين ناشدنا فيها المجتمع الدولي التدخل لإطلاق صراح أبنائهن حتى يتسنى لهن صيام شهر رمضان الكريم مع أبنائهن وأزواجهن وآبائهن ويضيف الموقع أحرقت المشاركات في الوقفة ستائرهن وضفيرة شعر لأحد الأمهات التي ترغز إلى احترام المرأة اليمنية وشهامة القبيلة تجاه أي طلب لهن بعد هذا الموقف قبل مطالعة أهم ما قالت في الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرنا معكم في كشك الصحافة ونطالع أبرز ما قالت في الصحف العربية والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت المبعوث الأممي يعلق مشاورات الكويت مؤقتا لحضور جلسة مغلقة لمجلس الأمن وقالت الصحيفة أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الثلاثاء تعليق نقاشات مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا بالكويت لحضور جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي إنه سيشارك في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم من أجل إحاطة أعضائه بسير مشاورات السلام وتصوره للمرحلة المقبلة في اليمن وأكد ولد الشيخ نحن اليوم نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة فيما نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة وتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل وأضاف أنه عقد اجتماعات متلاحقة ضمن مشاورات السلام تخللتها جلستان مع الوفد الحكومي شارك في إحداهما خبراء عسكريون كما اطلع صفراء الدول الثمانية عشر على آخر مستجدات الملف اليمني إلى صحيفة العربي الجديد والتي نشرت في طبعتها الورقية تحقيقا استقصائيا من اليمن وعنونات جثامين مرهونة حثيون يمنعون ذوي قتل المقاومة من دفنهم تقول الصحيفة إن كاتب التحقيق وثق أساليب ابتزاز وانتهاكات متنوعة في خمس محافظات يمنية تعز والبيضاء ومأرب وشبوى وإب لجثامين قتل الحرب تركت في الوديان والجبال لأيام وأسابيع وأشهر لمقايضتها ماليا أو بجثامين أخرى أو بأسرى لدى المقاومة وعبر إحصاء شارك فيه مسؤول الجبهات في تعز وثق معد التحقيق احتجاز الحوثيين لجثامين 37 من المقاومة ويشترط الحوثيين لتسليم هذه الجثامين استبدالها بأخرى من عناصرهم بحسب قيادي في المقاومة وينقل التحقيق عن مصدر في الهلال الأحمر في محافظة مأرب قولة منذ ما يقارب الشهر تصلنا بلاغات يومية بوجود مئات الجثة في الجبهات ولكن الفريق توقف عن ممارسة مهامه بعد أن قام الحوثيون بإطلاق النار عليهم وأصاب ثلاثة من الفريق بشضايا إضافة إلى فقر إمكانياتهم وكشف المصدر عن أن الحوثيين سمحوا لهم منذ بداية الحرب في المحافظة باسترجاع 95 جثة فقط بعد بقاء بعضها لأشهر كاملة في أماكن المواجهات حتى أصبحت عظاما وتحللت في العراء وتسند الصحيفة إلى المستشار والخبير القانوني الدولي فيصل الحميدي قولة جريمة المتاجرة بالجثامين أو رهنها لاستبدالها لم تخطر ببال فقهاء القانون الدولي وما يحدث في اليمن يتجاوز نصوص مسودات القانون الدولي والتي منها اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية الشرعية تحرر مناطق واسعة في صنعاء والجوف وشبوى ومن التفاصيل نقرأ حررت القوات الشرعية في اليمن مناطق واسعة في صنعاء وشبوى والجوف من قبضة الإنقلابيين وقتلت منهم العشرات ردا على خروقات المتمردين وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء عبدالله الشندقي للبيان إنه بعد أكثر من 150 خرقا للهدنة من قبل الميليشيا في جبهة نه اضطرت المقاومة والجيش للقيام بالرد والردع وأضاف الشندقي أن القوات الشرعية تمكنت من شن هجوم معاكس على الميليشيا بعد التصدي لهجومها على موقع الشرعية ومن ثم تم مطاردتها والسيطرة على مناطق واسعة في مديرية نهم تضيف الصحيفة نقلا عن القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب أحمد العقيل أن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير موقع الساق في مديرية بيحان الواقع بين مأرب وشبوى تنقل الصحيفة على لسان الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف عبدالله الأشرف أن الجيش والمقاومة قام بتحرير مديريتي الغيل والمصنوب في عملية التفافية وقطع خطوط إمدادات الإنقلابيين اتفاقية كيري لاذروف تحت هذا العنوان كتب محمد خلفان الصوافي مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب يبدو أن هناك قناعة لدى بعض المراقبين وهم كثر في العالم ككل وليس العالم العربي فقط بأن المنطقة العربية أمام مرحلة جديدة من اتفاقية سايس بيكو التي تمت في عام 1916 بعد تفاهم سري بين الدبلوماسيين الفرنسي فرنسوا بيكو والبريطاني مارك سايك والتي كان نتاجها تقسيم المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا القوتين العظيمتين في ذلك الوقت لكن هذه المرة ستحمل الاتفاقية الجديدة مسمى كيري لافروف وزيري الخارجية الأمريكي والروسي وكما يبدو للمراقب فإن هذين الوزيرين هم الآن المهندسين الرئيسيين للكثير من الأزمات في المنطقة بل هناك مؤشرات على إعادة هندسة المنطقة وما يجعل لقاءاتهما مثيرة لقلق العرب أنه رغم كثرة تلك اللقاءات فإن نتائجها غير محسوسة على الأرض إلا فيما يخص إبعاد دولتيهما عن أي تأثيرات سلبية في الأزمات الحالية وهو ما يجعل عنصر المفاجأة بإعلان أي اتفاق حول مستقبل المنطقة أمرا غير مستبعد عند البعض بل يذهب بعضهم إلى أن الاتفاقية ستعلن خلال عام 2017 تمر المنطقة بمرحلة تاريخية تبدو فيها التحركات الأمريكية الروسية هي الأبرز كما يبدو أن تأثيرات هذه المرحلة ستكون عميقة على الدول العربية لهذا ينبغي على العرب ألا يثق كثيرا في سياسة الدولتين العظيمتين وقولهما بأنهما تعملان من أجل إحداث نقلة في أزمات المنطقة بعيدا عن مصالحهما وإلا فسيبدو كما لو أن التاريخ يعيد نفسه كما حدث في عام 1916 وبالتالي يظهر العرب وكأنهم لا يتعلمون من تجاربهم السابقة إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت قتيل وثلاثة جرحة بقنبلة في جامعة صنعاء جاء في التفاصيل انفجرت قنبلة في جامعة صنعاء ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاث طالبات بجروح وقالت مصادر طلابية للاتحاد القنبلة انفجرت صباحا في فناء كلية الآداب خلال احتفال أكاديمي بتخرج دفعة جديدة من الطلاب وأعلنت الشرطة في رسالة نصية عبر الجوال مقتل بستاني وجرح ثلاث طالبات وقالت إن الانفجار ناجم عن حادث جنائي وليس له علاقة بأي عمل إرهابي عنوان آخر للصحيفة مفاوضات الكويت تبحث إبعاد صالح والحوثي تقول الصحيفة الإماراتية استؤنفت مشاورات السلام اليمنية في الكويت بلقاءين بين مبعوث الأمم المتحدة وكل من وفد الحكومة اليمنية ووفد متمردي الحوثي وصالح لبحث الأطر المقترحة للتوصل إلى حل سياسي بأقرب وقت ممكن ونقلت الصحيفة عن وكالة سبأ اليمنية قولها إن المشاورات تركزت حول العقوبات الدولية في قرارات مجلس الأمن المفروضة على القيادات المتورطة بالانقلاب وإسقاط الدولة على رأسهم علي صالح وعبد الملك الحوثي وكيفية إبعادهم عن المشهد كاملا قبل أي اتفاق سياسي إلى صحيفة الخليج والتي قالت قائد عسكري بتعز تحقيق التقدم رهن تعزيز الجبهات تقول الصحيفة في التفاصيل كشفت مصادر بتعز عن محاولات للانقلابيين لتعزيز صفوفهم من خلال إدخال إمدادات جديدة من المقاتلين من محافظات متاخمة لتعز كئب ودمار مشيرة إلى أن الجيش الوطني والمقاومة تمكن من إفشال مخطط لاستعادة السيطرة على مواقع محررة وأكد العقيد عبد الرحمن أحمد غالب أحد قيادات الجيش الوطني بتعز أن الجيش والمقاومة في التعز يواجهان صعوبات في مواصلة منع سقوط مواقع تم تحريرها من قبضة الانقلابيين جراء النقص في الأسلحة والمعدات العسكرية وأضاف أنه تم إبلاغ قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني ضرورة التسريع بتزويد قوات اللواء 35 مدرع بالأسلحة والمعيدات اللازمة للصمود ومواصلة تحقيق التقدم في المواجهات العسكرية بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من خشف الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكريكاتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة